تطورات لافتة يشهدها ميدان القتال في قطاع غزة نبدأ من المحور الشمالي والذي كنا قد شهدنا على بداية التوغل الإسرائيلي منه إلى القطاع بداية توغلت آليات الاحتلال من الشمال الغربي ومن الشمال وكذلك من الشمال الشرقي من ثم توسعت هذه التوغلات حتى نشطت معظم العمليات العسكرية الإسرائيلية في غالبية المناطق الشمالية من قطاع غزة تدريجيا بدأت قوات الاحتلال تنسحب وتعيد تموضعاتها في الشمال لتتراجع إلى أطراف منطقتين بيت لاهية وبيت حانون في الشمال والشمال الشرقي قبل أن تتراجع بعد ذلك إلى عند الشريط الفاصل هذا كان في الشمال الشرقي أما في الشمال الغربي فأليات الاحتلال ثبتت تراجعاتها عند أبراج الكرامة والمخابرات ومربع العطاطرة في هذه الأطراف لكن اليوم شهدنا على تراجعات لافتة بدأت من الشمال الغربي من هذه المناطق ووصلت حتى هذه الأطراف من الشمال الشرقي كل هذه المناطق آليات الاحتلال تراجعت إلى ما قبل الشريط الفاصل نتحدث عن تراجعات لافتة خاصة في الشمال الغربي حيث وصل المواطنون اليوم إلى مناطق لم يتمكن أي شخص من الوصول إليها منذ بداية هذا التوغل في المقابل مشاهدين قوات الاحتلال تعاود عمليات التوغل التتوغل من شارع عشر باتجاه حي تل الهوى وحي الرمال الجنوبي اليوم تقدمت قوات الاحتلال حتى مفترق أنصار ومربع الجامعات ومربع الصناعة لتقترب أكثر من مستشفى اشتفاء والذي كانت قد تراجعت عنه نتحدث هذه مسرح اشتباكات وعمليات عنيفة يخوضها مقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس ضد قوات الاحتلال في هذه المنطقة كتائب القسام أعلنت عن استهداف هذه الحشود بوابل من قذائف الهون ذات العيار الثقيل كذلك سرايا القدس أعلنت عن استهداف شقة يتحصن بها مجموعة من الجنود الإسرائيليين بوسطة قذيفة مضادة للتحصنات مؤكدة إقاع قتلى وجرحة في صفوف هؤلاء الجنود أما في أقصى الجنوب فنحن نتحدث عن المحور الجنوبي للقتال وعند مدينة خان يونس على وجه التحديد هذه المدينة مشاهدين التي تشهد على تغيرات في تكتيكات القتال لقوات الاحتلال إذ أعلنت اليوم قوات الاحتلال عن سحب اللواء الخامس والخمسين المظلي الإحتياط من خان يونس لكن في المقابل قامت بالدفع ببعض الألوية إلى داخل خان يونس هذا كان بشكل عام أما في الجهة الغربية والتي تعتبر المسرح الأساسي للمعارك عند هذه الجهة قوات الاحتلال قامت ببعض عمليات إعادة التموضع سحبت بعض الأليات من محيط جامعة الأخصى وتمكن المواطنين من الوصول إليها وكذلك من أطراف المخيم الجنوبية حتى منطقة الصناعة وجورة العقاد لترتكز العمليات والاشتباكات عند هذه الجهة الغربية الشمالية من مدينة خان يونس كتائب القسام أعلنت اليوم عن تدمير جرافة من طراز ديناين إضافة إلى استهداف تجمع لجنود إسرائيليين داخل أحد المباني بوسطة قذيفة تيبيجي في أقصى الجنوب هنا تقع مدينة رفح وعلى تخومها يقع محور ذيلادلفي هذا المحور الذي يمتد من البحر الأبيض المتوسط حتى معبر كرم أبو سالم والذي يشكل منطقة عازلة ما بين مصر وقطاع غزة يمتد هذا المحور على طول هذه المنطقة بطول يقارب نحو أربعة عشر كيلو متر وبعرض يقدر بنحو بضع مئات الأمتار إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت اليوم مشاهدين عن الوصول إلى بعض التفاهمات هذه التفاهمات تنص على عدم شروع القوات الإسرائيلية بأي عمليات عسكرية في منطقة رفح الفلسطينية إضافة إلى دور إسرائيلي على طول هذا المحور لكن هذا الدور هو دور تقني لا يجتمل على وجود أي جنود إسرائيليين داخل المحور كذلك نتحدث عن إقامة بناء وجدار عازل تحت الأرض يفصل مدينة رفح وبشكل عام القطاع عن شبه جزيرة سيناء وذلك بغية تدمير أو الإنهاء على أي تواجد للأنفاق في هذه المنطقة إلى هنا مشاهدين نصل إلى آخر التطورات الميدانية